مع إطلالة عيد الأرحى المبارك تعيش العوائل في محافظة ذيقار بحيرة من أمرها وذلك لعدم توفر الأماكن الترفيهية والمتنزهات الأمر الذي جعلها تناشد الجهات الحكومية أن تعطي اهتمامها بهذه الأماكن المدينة التي تكتض بالسكان لم تتوفر فيها إلا متنزه واحد وهو يفتقر لأبسط المقومات حقيقة يعني محافظة ذيقار على مر السنوات السابقة تفتقد للحدائق العامة تفتقد للمتنزهات تفتقد لمدن الألعاب يعني تجد في مركز محافظة ذيقار العديد من الناس تكون مختنقة سواء كان في العطل الرسمية العطل الصيفية في أيام الجمع والسبت وبالخصوص في الأعياد والمناسبات مثلا عيد الفطر المبارك عيد الأضحى بقية المناسبات الوطنية اللي حقيقة يحتاج بها وتحتاج بها العائلة العراقية أنه توجد هناك أماكن للترفيه عن نفسها نطالب يعني أماكن ترفيهية مدن الألعاب حالنا حال الدول المجاورة هاي إيران هاي سوريا العردن أريد حالنا من حالهم الناس تطلع حساب أغلب الناس مش صيف أو تطلع يعني تتونس هذه دولة والله بها أماكن ترفيهية مدن مائية أريد نطالب يعني حالنا من حالهم فيما تتحدث الجهات الحكومية إنها ستعمل على إعداد أماكن مخصصة للعوائل لتكون المتنفس لها إلا إن هذه الإجراءات لا تتعدى تصريحات الإعلامية فقط وبنفس الوقت تتحدث إنها لم تعمل على توفير مدن ألعاب أو متنزهات خاصة بالأهلية للأسف محافظة ذيقار تفتقر إلى فقط حديقة واحدة هي تكون حديقة عامة بهذا وهذا مع زيادة انفجارية لسكان محافظة ذيقار لا تفي بالغرض يعني مثل ما نعرف طالبنا الحكومات بتخصيص مساحات وأراضي يعني حتى خاطبناهم بإيجاد واحات أو غابات للأسف يعني تفتقر محافظة ذيقار نتيجة للتصحر تغيير المناقي بدي أن نفقد المناطق الرطبة والمناطق الخضراء وهذا يسحب حتى على واقع المدينة هكذا هو حال الأهالي هنا في مدينة الناصرية مع كل مناسبة عيد أو عطلة أن تجوب الشوارع بحثا عن متنفس لهم وهربا من ظنك العيش والحياة لقناة التغيير الفضائية سلام السرهيد ذيقار